اشتركوا في القناة شجرة الجنة تأكل أكلها وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت الله أعطى التعليم أعطى الوصية أعطى التحذير لآدم وحذره أنه يقدر يأكل من كل الأشجار اللي موجودة لكن شجرة معرفة الخير والشر اللي يوم بيأكل من قدها موتاً يموت وهنا نقدر نفهم من الكتاب المقدس الموت هو موت الروحي الانفصال الكل عن الله والموت الجسدي اللي دخل إلى كل البشر منشوف هنا أنا آدم كان فعلاً متمتع بمكانته والسلطان اللي الله كان منطيئ له عدا شجرة معرفة الخير والشر ليش الشجرة الممنوعة كانت موجودة يوم آدم يمكن هذا السؤال اللي أنت وإنت سألتي بأن ليش شي ممنوء وموجود طبعاً على ما نعرف هذا الجواب لازم نسأله ونفهم نقطة ثانية بين هل الله خلق آدم مسير أم مخير والحد هذا الوقت نسأل هذا السؤال هل أنا مخير أم مسير طبعاً بعلاقتي مع الله أنا مخير في ظروف اللي دامر بها أنا مسير فالهذا إذا الله ما كان خالق أو ما كان مخلي شجرة ممنوعة نقدر نترجم الأمور أنه الله كان خلق أو كان خلى آدم بظرف أنه كان مسير وكأنه الله هنا نكسر حرية آدم وآدم ما عنده الحق أن يفكر أو يختار ولهذا الله خلى له شجرة وانطى واحترم رأيه واحترم قراره ولهذا أنطى أن يكون مخير بالنقاط الجارة سنتكلم أيضاً عن بعض النقاط إلى علاقة بالشجرة لكن هل يوم أريد أن أشجعك أنك أنت مخير أنت تقدر تأخذ قرارك بإيمانك بالرب يسوع المسيح اللي مات على الصليب من أجلك وتتبعه وتكون فعلاً تلميذ وتلميذة إلى تقدر تصلي بكل إيمان وثقة هالكلمات البسيطة يا رب يسوع أنا بقبلك مخلص على حياتي أنت اللي موتت على الصليب من أجلي لكي ما يكون عندي الحياة الأبدية بقبلك مخلص ورب وسيد وملك على حياتي بإسم يسوع المسيح وصلي آمين آمين رب يبارككم واتذكر أنك أنت مخير بآلقتك مع الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر